اقيمت اول بطولة من كأس الملك يوم الخامس والعشرين من شهر رجب من عام 1377 هجرية بلقاء بين فريقي الوحدة والاتحاد وكان اللقاء بدون تغطية تلفزيونية او اذاعية لعدم دخولها للسعودية في ذلك الحين وقد تقدم الوحدة بنتيجة اثنين واحد على الاتحاد وقبل نهاية اللقاء اكمل الاتحاد المباراة بثمانية لاعبين بعد اصابة عبدالله الكنج وطرد سيد مصطفى ورغم ذلك استطاع لاعب الاتحاد عبد المجيد كيال احراز هدف التعادل قبل نهاية المباراة بدقيقتين وانتهت المباراة بالتعادل حيث كانت تطبق في ذلك العام طريقة الدوري العام من دورين واعيدت المباراة يوم الثالث من شعبان من نفس العام وكسبها الوحدة 4-0 سجلها حسني باز هدفين وقينغا هدف وبشرة هدف وحصلت الوحدة على اول كأس للملك عندما تأسست الرياضة تحت لواء وزارة الداخلية ودعم ومؤازرة من الامير عبدالله الفيصل رحمة الله عليه بدأت بكأس جلالة الملك وكأس سمو ولي العهد وكأس أندي الترجة الثانية كأس جلالة الملك كان عنصر أساسي في منظومة رياضة كورة القدم وبداية كانت في عام 77 والكل يعرف أن نادي الوحدة بمكة أول فريق حظي بشرف الحصول على هذه البطولة وفي يوم الجمعة الثامن عشر من شعبان من عام 1378 هجرية تقابل الاتحاد والوحدة على ملعب الصبان بجدة وانتهت المباراة بتعادلهما واحد واحد سجل الاتحاد عبدالحفيظ ميرغاني وللوحدة جينغا لكن الاتحاد فاز باللقب كون لديه 13 نقطة في حين للوحدة 12 نقطة وكانت البطولة تطبق من نظام الدوري من دورين وفي يوم الجمعة الخامس عشر من شعبان من عام 1379 هجرية التقى الوحدة والاتحاد للمرة الثالثة على التوالي في ملعب الصبان بجدة واستطاع الاتحاد تحقيق اللقب بعد فوزه بهدفين دون رد سجلها غازي كيال وعبدالرزاق بكر المباراة الأولى التي بدأت فيها كانت أمام فريق الوحدة على الكأس وكان بحضور الملك سعود الله يرحمه وهذه المباراة أنا شخصيا للساعة كنت شبل يعني ما كنت ألعب وفوجئت في الليل إجاني في البيت الشيخ حسين اسفهاني وخليل رشيدي وعبدالرزاق ببولي كان عبدالرزاق ببولي رئيس النادي وحسين اسفهاني ورشيدي أعضاء وجوه وبعدين أنا منعاتي أنا مبدري في حياتي كلها يعني من الساعة التسعة قد نايم فأبويا بسحاني قال لي قوم جوك حقون الاتحاد يبغوك قالوا له يا جيب حواجر أني بغاك شب معنا أنا فرحت مو على أني حالعب فرحت أني ألاي حتى لوحتي أعطي فرحان أني اتحادي على الكاس ومبارا والاتحاد وأنا للساعة يشبل ملعبت أنا أنا من الأشبال الأول على طول ملعبت لا زرشاني ولا شيء فأخذوني على فندق قس قريش اللي في جمال درس الفلاح في حارة المزلوم وكان من أرقى الأوتيلات في ديكال أيام وأشبت اللاعبين وأنا وأخذوني أنا مع عبدالله جاوة فأنا بقول له ابن جاوة إيش القصة هذا قال لي فيه عمر الصومالي في الرياض المفروض إيجي ما جاء كان في هوا عاصمة والطيارة ما أقامت ودكال أيام الطيارة واحدة ريحة التي يجي في اليوم أو في الأسبوع فما جاء فإيجابوك هنا قال لي حسب علمي حيلعبوك جناح يصير فأنا كنت ألعب يصير يمين في يمحل فأنا طيب الله ما شوي سبت طول الليل ما نعم أبغاد اليوم اللي يجي عشان أنزل الملعب فأنا نعمت وفي الليل مشكلتي كنت عندي كانت فيها عادة غريبة أمشي وأنا نايم فعبدالله جاوة الحارس كان أنا وياه في غرفة واحدة فقمت وأمشي فنحتقت البلكونة فهو جاء يجينوا برايا حسب يعني غازي غازي ما ردت يجينوا برايا ويشدني أنا طبعا حاجة اللي تصحيني النور فهو يولع النور قال لي اشبر قلت طول الله هلو الشي ما يقول يا أبويت ما تدير في الصيبة يحسموني أنا رميتك بعدين قلت طول الله عبدالله أنا غازي بس مع الجو المباراة في مخي مخليني متوتر يعني أكتر ثاني يوم فعلا قالوا لي أنت حتلعب وينقصات لعبت وكانت المباراة دي هذا الكاسي اللي أنا فيها صورته أصبع كانت كانت المباراة يعني من أقوى المباريات دي كلام بسموح فيها ربع سودانيين كان في حبدالحفيز سيد مصطفى وعمر حامد وزو دانا دانا وبعدين البقين السعودي وبعدين في الفريق السعودين اللابين كان الحارس كان عبدالله حجازي وكان فيه قملة حسام الدين وكان فيه عبدالمجيد بكر وكان فيه شاكر بحجري قلب دفاع وكان فيه عبدالمجيد بكر وعبدالزاق بكر وغازي ناصر وعبدالمجيد رشخان وأنا كنت أنا لاعب جناح يسار وغازي ناصر جناح يمين وكان أول قون أجيب وأنا الكورة كانت أنا بقعد مسافة برد كنا برد 18 في 20 متر والقورة الثانية جاب الدكتور عبدالزاق بكر وغلبنا اثنين ومهما كانت النتيجة فإن الكأس كان من نصيب الاتحاد لحصده عددا أكبر من النقاط وكان يشرف عليه مدرب سوداني على فكر الاتحاد كان يلعب مع الكأس اللي أخذنا من الوحدة كان مدرب قنصر للسفارة السودانية هو قنصر ورياضي وقال وعنده إشارة تدريب فسار هو يدربنا وللمرة الرابعة على التوالي التقى الوحدة والاتحاد على نهاية كأس الملك يوم الثالث عشر من شعبان من عام 1380 هجرية على ملعب الصبان بجدة وتقدمت الوحدة بهدفين لهدف حتى الثواني الأخيرة من المباراة عندما سجل عبد الحفيظ ميرغني هدف التعادل وألغاه حكم الخط عبدالله كعكي فيما أصر حكم الساحة محمد العطشان على صحته عندها أوقفت المباراة بعد نزول الجمهور وتمت إعادة المباراة يوم الحادي عشر من شوال 1380 هجرية تحت رعاية أمير منطقة مكة المكرمة واستطاع الاتحاد الفوز بنتيجة 3-0 سجلها عبد الحفيظ ميرغني وعبد المجيد راجخان وعبد الرزاق بكر الجدير بالذكر أن المباراة أدارها طاقم تحكيم مصري واش نطيف في الأمر أنه يعني الناس اللي ما بيعرفوا أنه لابين عبدالله الفيصل كان سجع كل لندية في ذلك اليوم أمير عبدالله الفيصل أرسلنا كل لاعب راديو كاتر رواديك الأيام الراديو مترين في متر هو بالبطارين رواديو كبيرة لدرجة أنه يعني ما لقين حاجة يشيلها لا سيارة ولا شيء كل واحد فينا دالوا راديو واعطالوا متين ريال متين ريال ديك الأيام يمكن عن عشر ألاف ريال دي الأيام في عام 1381 هجرية التقى الهلال والوحدة على نهاء الكأس على ملعب الصائغ بالرياض للمرة الأولى وفاز الهلال ثلاثة اثنين وتمكن مهاجم الهلال رجب خميس من تسجيل هاتريك أحرز به الهلال الكأس الأولى لهم في هذه البطولة وشهدت المباراة ذاعة آخر خمس عشرة دقيقة من المباراة للمرة الأولى بجهود شخصية من مواطن يدعى طامي محمد وعلق على المباراة لذاك المعلق الشهير محمد رمضان وفي عام 1382 هجرية نقلت أول مباراة عبر الإذاعة على الهواء مباشرة وكانت بين الأهل والرياض فاز فيها فريق الأهل بهدف دون رد سجله الكلجة في الوقت الإضافي وعلق على المباراة المعلق الشهير محمد رمضان بصفة رسمية ويجب أن نشيد بدور عباقرة التدريب في النادي الأهلي عبدالله عبد الماجد أو لا صح عام عبدالله عبد الماجد وعام أحمد اليافعي اللي كان لهم الدور الكبير في تحقيق الأهلي لبطولة عام 82 هجري وبطولة عام 85 في يوم الجمعة الخامس والعشرين من شعبان من عام 1383 هجرية وعلى ملعب الصائغ التقى الاتحاد والهلال فاز الاتحاد بنتيجة ثلاثة صفر سجلها عبدالقادر كتالوج ومبارك أبو غنم وسعيد غراب وتوج الملك سعود كابتل الاتحاد حينها عبدالله جاوة بعدها بدأت الإثارة تزداد والتقى الهلال والاتحاد في يوم العاشر منذ القعدة من عام 1384 هجرية على ملعب الصائغ في الرياض وتمكن الهلال من الفوز بثلاثة أهداف لهدف انتهت المباراة في وقتها الأصلي بالتعادل السلبي وفي الوقت الإضافي سجل عبدالبكر الهدف الأول للاتحاد وعادله مبارك عبدالكريم ليتم الاحتكام لضربات الترجيح وليحقق الهلال الفوز في تلك المباراة في عام 1385 هجرية تقابل الأهل والاتفاق على نهاء كأس الملك واستطاع الأهل الفوز بنتيجة ثلاثة أهداف لهدف وكانت هناك صعوبة في نقل المباراة عبر التلفزيون مباشرة تم لذلك تسجيلها وعرضت في اليوم التالي نقل الأهل والاتفاق على بعض الم Core 835 ي البدخس في العام 1385 جداً وتبقى على الكورة أوتسايت في مربع رقم 2 حط الكورة باطوك وباطوك العبها للقيال الباكي الأسار في مربع رقم 2 والقيال مع الكورة وماشي بها والعبها قدام طويلة للونغلف الونغلف مع الكورة وماشي بها والمربع رقم 6 يدخل بها وبرضه ماشي وبفلح يجري معاه والعبها لمحمد الفصمة يحاور بفلح ويدخل بفلح يطلعها أوتسايت منربع رقم 6 الفصمة الصغير بيرمي له أوتسايت يرميها للغامدي الغامدي خلصها من الوصلة وترسلعها بالكورة تروح لأحد علي حمزة علي حمزة خلصها البغاس والعبها لغازي ناصر وغازي ناصر خلصها منه الحبشي والعبها للغدرة وغدرة طويلة قدام ناحد عبد الله يحي عبد الله يحي رجع وراء الحبشي والحبشي لعبها قدام للفصمة الصغير يدخل الصمال يخلصها منه تروح الكورة للكتالوري الصغير الكتالوري الصغير مع الكورة في المربع رقم 5 وبرضه ماشي بها العبها لغازي ناصر وغازي ناصر مع الكورة والعبها البفلح بعرض الملعب وبفلح مع الكورة وفي يوم الثاني والعشرين منذ القعدة من عام 1386 أقيم النهاء الأول المنقول تلفزيونيا وهو أول نهائي ينقل على الهواء مباشرة بين الوحدة والاتفاق فازت الوحدة بنتيجة 2 صفر سجلها جميل فرج وأبو يمن وأدار التعليق مناصفة المرحوم زاهد قدسي ومحمد رمضان في عام 1387 هجرية التقى لاتحاد والنصر في أقوى نهائيات كأس الملك في لقاء نقل على الهواء مباشرة بصورة جيدة وتعادل الفريقان في الأشواط الأصلية سجل للنصر عثمان نجيب وأحمد أدناني وميرزا أمان والاتحاد النور موسى وسعيد غراب وعبدالله بكر وبعد الانتقال إلى الأشواط الإضافية سجل النور موسى هدفين للاتحاد ليفوز بنتيجة 5 ثلاثة ويحرز بعدها الاتحاد اللقب الخامس من ملعب الصائغ في الرياض ليتوج جلالة الملك فيصل الاتحاد بكأس البطولة يعني أنت لا تنسى النصر كان مرصع بالنجوم وكان فيه أبو حيادر وكان فيه كذا ولكن يعني أنا أقدر أقول لك الجيل هداك يعني إحنا لما كنا نلعب كنا نستمتع بالمباراة سواء في النصر كلها لدي كنا نستمتع بالمباراة وبعدين كان يهمنا في أهم شيء يهمنا الجمهور يعني ما نكون نشوف الجمهور يملل المدرجات تلعب بعد المباراة ننسى يعني حتى أنا من الناس اللي ما أقرأ الجرائد ولا طالع فيها هذا معروف عنه ما أدريش تكتب في عام 1388 هجرية حقق الاتفاق كأس الملك بعد الفوز على الهلال 4-2 سجل الاتفاق سعود الفصمة ثلاثة أهداف وسالم المخيزيم وللهلال مرشد الاعتابي وبشير الغول وتمكن أبناء الفصمة محمد وسعود من قلب الموازين في هذا اللقاء لصالح الاتفاق رغم أن الهلال كان يضم أسماء كبيرة وأدار اللقاء تحكيميا غازي كيال الذي كرم من الملك فيصل الحقيقة طبعا أنا يعني سعدت أني أنا حكمت أول مباراة كتاكم حكام سعوديين يحكم بين الهلال والاتفاق في الرياض بحضور الملك فيصل الله يرحمه وهذه المباراة الحقيقة يعني أنا يمكن يعني الله سبحانه وتعالى يعني يوفقني به نجاحا شيء كان معينا المساعدين عبد الرحمن الدهام وكان واحد من المنطقة الشرقية الله يرحمه والله ناسي اسمه بس زميننا هو برضو والله توفى وأثناء المباراة كان الهلال فاز على الاتفاق غلب الاتفاق كان يزنه اثنين واحد وأثناء نحن بنسلم على الملك فأنا خدت الكورة فقام جالت الملك فيصل يعني بأسلوبه اللطيف فبقل له قال لي إيش بالكورة هاي إيش تبغى قلت له قال يعني ما هدي قلم فقلت له قال لي قلمك اشتغل قلت له العمر في يدك لازم اشتغل فجال سطحك وقال ولي انك تستاهل وقع وكانت يعني 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 مداعبة لطيفة من وانا خلصت وانا ماشي وقال لبير سلطان نكشه أميني قال لي تبيعها قلت له تعالى العمرك هي غالية لكن لك كنت رخيصة تسير يعني بين يدك تفضل في عام 1389 هجرية أقيم النهائي بين الأهل والشباب في افتتاح أستاذ الملز الأمير فيصل بن فهد حاليا عام 89 كنا معسكرين في جدة العلاقة الأهلاوية الهلالية في أوجها الجمهور الهلالي كان متابع جيد للفريق الأهلاوي ومؤازر جيد للفريق الأهلاوي وهذه الحقيقة يجب أن أضعها في مواضيع العرفان والشكر لإدارات الأندية استطاع الأهل العودة لأحراز اللقب على حساب فريق الشباب بهدف وحيد سجله سليمان مطر الشهير بالكبش في الوقت الإضافي من المصادفة الجميلة أن مباراتنا مع نادي الشباب كانت في افتتاح أول أستاذ رياضي بتاريخ المملكة العربية السعودية وهو أستاذ رعاية الشباب في الملعز الذي سمي الآن بالأمير فيصل وتسمي في محلها كانت المباراة سجال حتى وصلت إلى الأوقات الإضافية وستطعنا أن نحقق نتيجة إيجابية ويعتبر زميلنا وأخونا وصديقنا سليمان مطر أول لاعب يسجل هدف في ملعب الملز وكانت تظاهرة رياضية لم تسبق أي تظاهرة في المملكة العربية السعودية خاصة وأن جميع الملاعب التي كانت تقام عليها المباريات كانت ملاعب متوابعة جماهير الناد الأهلي كانت تؤازر وكانت تعطي عطاءات وتضحي وأقف عند كلمة تضحية الرياضة وبالذات رياضة كرة القدم تضحيات وعزيمة إذا تمثل في الفريق العزيمة والتضحية لا أعتقد أنه فريق يخسر بسهولة قد يخسر ولكن ليس بسهولة التضحية أن التضحي في سبيل زميلك في الملعب زميلك أصيب زميلك موه في يومه فأنت تؤدي الدور وهذا مطلوب لن أرجع وأقول أنه في الفترة ما كنا مجموعة متفككة كنا مجموعة محترفة والاحتراف في نظري ما هو احتراف فلوس في العام 1390 هجرية واصل الأهلي حصوله على اللقب للمرة الثانية على التوالي بعد أن خاض المباراة النهائية أمام الوحدة واستطاع الأهلي الفوز بهدفين دون مقابل سجلها سعد الهدار وسعود سمان وهو آخر نهائي لفريق الوحدة يخوضه في كأس الملك حتى الآن وإحنا بنصخن كنا نصخن بطريقة هستيرية بما فينا اللعبين الكبار عام عبدالله الله يعطي الصحة والعافية تضايق وقال إنتو جايين مباراة ولا جايين مصخر بأي اgender عم عبدالله جايين مباراة قال اللي جايين مباراة ما يتعاملوا بالمباراة زي ما يتعاملوا فيها فالتفت له عبدالرزاج قال لهم عبدالله اشتبوها قال له شاء بغاه نجيب الكاس قال ان شاء الله نجيب الكاس بعدما انتهت المباراة ويتحققت النتيجة الإيجابية وجبنا الكاس ما عنسى موقف الأمير عبدالله عبد الماجد يوم أبكى وقال أنتوا رجال ويتحزن باكم أخراج طان أوسمة سبعة أوسمة من الهدية من الملك مذهب وسام من الملك المركب السوري وحاجة يعني بس للآن أنا أمكي ما في شيء ألمني في حياتي إلا أني أنا عندما نقلت من بيت لبيت وكنت حاطت هذه الأوسمة وشاهدت الفيفا وشاهدت وسامة خطه من إيران مشاهيران وحاجات كلها وقمت أنا كاتب على الكرتون أدوات ذهبية الكزالو حادي اللي ما وصل في العبش سوريك اللي شعله مدام أنا كاتب له ذهبية وقهرني حتى شانة الفيفا والصافرة وكل الأمور اللي أنا حياتي رياضية كلها سوريكت بالسبب أنا لأنني كتبت أدوات ذهبية الأمير محمد يوم ما كان في الرياض كان دائما على تحديات جميلة وعلى حديث جميل مع أصدقائه الأمير منصور بن سعود والأمير خالد بن سعود الله يرحمه ومجموعة الهلال ومجموعة النصر ومجموعة الشباب كانوا دائما يتحدثوا عن الكورة والأمير محمد بطبيعته أحلاوي فما كان يتمنى الأمير محمد أن نادي الأهلي يخسر في أي بطولة فدعم الأمير محمد كان من خلال هذه المنظومة بعد البطولة الثانية دخل نادي النصر منافس قوي وأنا أعتقد أن دخول نادي النصر كمنافس لرياضة كرة القدم في المملكة العربية السعودية في ذلك الوقت كان له دور إيجابي وإيجابي جدا في كسر حدة التنافس بين الأهلي والهلال والاتحاد والشباب والوحدة النصر دخل بقوة وأصبح مسيطر على معظم بطولات المنطقة الوسطى في عام 1391 هجريا واصل الآلي سيطرته على لقب كأس الملك عندما أحرزه للمرة الخامسة في تاريخه والثالثة على التوالي أمام فريق النصر بهدفين دون رد سجلها سليمان مطر الكبش وسعيد غراب الذي انتقل حينها للأهلي وقد أقيم اللقاء على ملعب الملز في الريخ الأخ عيد الصغير لاعب نادي النصر المعروف الشهير في التسعينات كان صديق عزيز الحقيقة والتقينا مع النصر عدة مرات في الفاينال كسب الأهلي وكسب النصر ففي إحدى المرات كان فيه تنافس بينه ورهان رهان يعني مو على فلوس رهان على عشاء فبالفعل كسبنا إحنا المباراة وإذا بعد ما استلمنا الكاس إحنا في الأوتين ولا أدري اللي عيد الصغير جاء ونادى علي واحدا اللي فيه واحد يبقاك هنا فرحت لقيته عيد فرحت به الحقيقة لكن كان شعوري أن الرجل هذا يعني فعلا روحه رياضية وعالية جدا وإذا بيه يقول له والله العشاء عندي في البيت بل بكل أمانة كده بكل بساطة من يومها هذا عيد الصغير أصبحت لهما كان في نفسي كبيرة جدا لأنه فعلا أثبت أنه رجل رياضي يعني بشكل غريب جدا وعجيب لم يكن متوفق في تلك الأيام مثل هذه يعني التصرفات الجميلة جدا كون أنك أنت مهزون في كاس الملك ويعني أنا فكرت أنه تراهن على أكله ومش عرفه يعني يمكن تفوت ولا بعدين لكن أصر عيد الصغير وفعلا رحنا في بيته والرجل والله أكرمنا غاية الكرم رحنا أنا وبعض الزملاء لأنه سفرنا كان تاني يوم وحضرنا عنده وكان عنده ناس من أقارب وكذا فهذه لا أنساها أبدا للكرمت العيد الصغير وهي نموذج للعلاقات التي كانت سائدة بين اللاعبين القدامة ولا زالت في الواقع سائدة بين كثير من اللاعبين الأندية في تلك الفترات الجميلة الشيء الذي أريد أن أتكلم عليه أنه نحن في المبراهة هذه حق الأهلي والأهدى لما جينا في العام التالي واصل الأهلي أيضا سيطرته على اللقب للمرة السابعة بعد فوزه على النصر 2-1 سجل للأهلي رجيخان وسعيد وراب وللنصر محمد سعد العبدالي أننا في المرة الرابعة في عام 92 بعد أن تحصلنا على البطولة 89-91-92 عندما صعدت إلى المنصة لاستلام الكأس من يد جنة الملك فيصل رحمه الله كانت لفتها ذكية من ملك فيصل وقال لي بالحرف الواحد رحمة الله عليه ما في غيركم يا رب عبدالله وقالها بابتسامة يعني يعني جي قولت أنتوا كل سند تتطلعوا أنتوا يا فريق عبدالله يكسد من الأمير عبدالله الفيصل رحمة الله عليه وكان الأمير عبدالله الفيصل طبعا هو الأب الروحي والداعم الأكبر في النادي الأهلي والأوحد في النادي الأهلي في تلك الفترة رائد الرياضة رحمة الله عليه فكانت يعني هذه من أطرف الأشياء التي يعني مرت علينا في مباراة من المباريات كنا نلعبين ضد النصر ودائما الإخوان الزملاء ينعسكر مع بعض في متخب المملكة يكون بيني وبين بعض نوع من الطرافة ونوع من المودة ونوع من التحديات المعقولة فكان بيني وبين عبدالله بن صليح حديث حول المباراة والفوز وكان المباراة هذه بعد فوز سابق فسجلنا في النادي النصر هدف ففوجئت بعبدالله بن صليح ومحمد سعد العبدالي يتعانقوا وسجل فيهم هدف يعني منظر ما هو غير مالوف يعني في الكورنر سألت بن صليح أشفيك قال أنا حلمت البارح إنكم لو سجلتوا الهدف الأول إحنا بن فوز 2-0 2-1 وقلت لمحمد سعد ومحمد سعد قال نفس الطريقة أنا حلمان إننا بن فوز 2-1 فسجل فينا الهدف الأول ومنتظرين الهدفين الثانية طلعنا فائزين إحنا 2-1 وبعد ما انتهت المباراة إحنا نسلم على الجرية الملك قلت له والله حلم يتحقق وحلمكم خار فعشان كده إحنا ليش كلنا إحنا أول مبرز لأنه كان فيه إنت فيه لك منافس المنافس قوي يعني بس إنت لو مرت تلاقيه ودخل مكانك في عام 1394 هجرية ترجل البطل عن لقبه بعد أن خسر الأهل أمام النصر في لقاء ثمكن النصر من تحقيق الفوز فيه بهدف وحيد سجله حسن أبوعي ده ماشي حكم المباراة وكل نادي الأهل في حيط كله داخل ١١١ طبعا نقول مهم الأجوال اللي بدات المباراة مهم وإحنا عارفين النتائج الأجوال المبكرة كانت بالنسبة لنا تعني إيه؟ كل الفريق اليوم لازم منه يتحرك يهاجم ودافر مع بعضه لأن الخورة تكتيك جماعي معين ناخيل للتركي وناصر وسعد الجوهر الاثنين وفقل للخورة ناخيل للتركي وسعد الجوهر بصه بيشوت سعد بيشوت سعد بيشوت سعد بولة حلوة بدتلاحب فاول بول صح رغم انه كل الليلة كان في الحيطة فاول بول بيتلاحب بطريقة مرسومة بيباصيه الخالد التركي ليه سعد الجهر بيشوطة نوستو مبيل أحمد عيد وفي العارضة طبعا تعرف انتاول بالنسبة طبعا اول شي لما تحصل على كاس الملك عام 1994 النصر حصل على كاس الملك وكانت اول مشاركات اللي انا بدأت مع النصر عام 1992 بدأت اشارك من فريق الاول هلعب احتيار وكان منية الواحد انه يشارك في مباريات نهائية زي كاس الملك واذكر اسمه الامير عبدالله الفيصل كان يحذرنا من نادي النصر بطموح ادارته كان دائما يقول انه هذا الفريق عنده ادارة واعية عنده ادارة طموحة عنده ادارة فيها عنفوان الشباب ويذكر الامير عبدالرحمن بن سعود في هذا الامر وفي عام 1396 احكم النصر قبضته على اللقب خاصة بعد تعاقده مع الداهية المدرب المجري بروشيتشيف عام 96 فزنا في كاس الملك وكاس الاتحاد يعني هي اللي قضينا فيها على الاهلي حيث كسب النصر الاهلي بهدفين دون رد سجلهما محمد سعد العبدالي وسعد السدحان هذا محمد طبعا حسن وبعيد لعاب للكورة لي محمد سعد كلهم يرقضون معه رجعت الكورة طلعوا معي ثاني مرة لعبين الاهلي يرجعوا معي تركه محمد سعد ما عنده احد لعبت له الكورة محمد على طول لعبها على مسارح مدعيد سجل هدف الاول هذا هدف الاول كان اللي فيه الاهلي سجله محمد سعد لما جاء الشوط الثاني طبعا بدأ الاهلي يندفع علينا عشان يجي بالتعادل فنزل زميل الأمير ممدوح بن سعود وجدت الكورة طبعا ومرر هالي بين المدافعين فطلعت أنا من وراء المدافعين وسجلت الهدف الثاني فالحمد لله نهينا المبارات وخذنا كاس الملك لعب هالممدوح على الدائرة ممدوح قدام لسعد السدحان ويدخل سبعة ويدخل وحينفرد القول وشور قول 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 طورة هيا اسمها حكاة القول ده حكاة الهدف جاء كيف طورة لعبها ممدوح لسعد السدحان جفاء النادي الأهلي كان بيتوقعوا انهم تسلم ومن ذلك خسرنا من نادي النصر نهائي كاس جالة الملك في الرياض لثين صفر وكان الفريق متهالف النادي الأهلي بدأ يضمر فاتصل الأمير محمد العبدالله الفيصل بالأمير خالد من عبدالله وسألوا عن احتياجات الفريق فذكروا ان احتياجات الفريق مدرب عالمي الأمير محمد قال لأمير خالد ابحث عن افضل مدرب يخدم الفريق وانا مستعد في تكاليف هذا الفريق في عام 1397 هجرية ازاح الهلال النصر من اللعب على المباراة النهائية وتقابل الهلال والأهلي لاني كنت انا ادرس في امريكا في تلك الفترة وكان على نهاية الدوري سارت بعض اللي خافات الكابتل اللي انجابوا وكان في فالمدرب كان في ذلك الوقت مدربنا مستغيلي برازيلي طلب المدارة النهائي ان يجبوني من امريكا ان نلعب هذه البرات برات كاس الملك لاني كان الدوري يخلص وانا يبدأ كاس الملك فسار اتصال بقريسة ناسمونا بالخارج وانا قلت كيف ايش اخبارك تتمرن وتتمرن تمارين خلق الطلبة يا عيو فقال ايش عندك فيه وقت كان وقت العياد الميلاد بالنسبة لامريكان كريسماس فطلب تقدر تيجي خلال 25 يوم هذه دائما نجازاتهم 25 يوم 26 يوم وفيه ممكن اجيب الدقيقة 70 من عمر المباراة والهلال متقدم على الاهل 1 صفر وفي الدقيقة 71 دخل الملك خالد الى المقصورة الملكية لمشاهدة المباراة حضر في هذا الوقت فكان ديك العيام يوقف اللعب ويدد بالسلام الملكي وهكذا واستؤنف اللعب ومباشرة تحصلنا على ضربة حرة سجل من أحمد صغير ثم مرة أخرى الهدف وفي 20 دقيقة بعد حضور الملك ثلاث أهداف للأهل وفوزنا بها فكانت طبعا الجماهير الأهلاوية لا تنسى هذه المباراة وتعتبر أن حضور جلالة الملك خالد كان وجه خير وسعد عليها في تلك اللحظات من المباراة حقق الأهل الفوز بنتيجة ثلاثة أهداف لهدف سجل للأهل أحمد الصغير هدفين وسعد الحربي هدف وللهلال سلطان بن نصيب وبيشوت نمرة 9 ها فجون هوا أحمد الصغير من مسابة بعيدة شو إبراهيم اليوسف تندم على الكرة دي كيف تغادل خلعة تانية للأهل خجلي بيحاول فؤاد لخجلي تاني ويفاول على الهلال الآن بدأ يحمل لعب وإحنا حمينا معهم وفي حيطة وأحمد الصغير دوم وأحمد يا سلامي أحمد أحمد رغم الحيطة يحطها أحمد يلعب الكرة مع خجلي بسرعة ومع خجلي بيحاور بيشوت وتزدوم وترجع لأحمد تاني صغير يلعبها بشمال وليساعد الحربي يقول تاني مدخل الجزاء وفي الدوم دوم دوم هدف كرة خفتها وسجلها صغير الحربي أبو ظب الرياضية تعود إلى تغطية الكرة السعودية من الباب الكبير نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين كل تفاصيله كواليسه أسراره تغطية خاصة للمناسبة الأجمل في الوطن العربي الاتحاد والفيصلي في الجوهرة لقاء تاريخي تصاحبه العديد من الأحداث والتفاصيل الدقيقة عيش الحدث مع أبو ظب الرياضية كأس الملك كما لم ترونه من قبل رحلة المعرفة تبدأ بقلب الصفحة تنقلك إلى عالم الماضي لتعيش التاريخ وترويض ما أشغفك بالحضارات تتجول معك في باطن الأرض وتغوص بك في أعماق البحار لتكشف ما وراء هذا الكوكب تحلق بك إلى الأعلى لتسبر الفضاء وترى المستقبل تتغلغل بك في أدق تفاصيل عالم الحيوان والنبات وتعرض أجمل وأغرب ثقافات الإنسان في هذا العالم كل ذلك وأكثر بين يديك مجلة ناشنال جيوكرافيك العربية اقتني عدد هذا الشهر حاليا بالأسواق مجلتك العالمية بلغتك العربية الاتحاد على موعد مع جماهرة على ملعب جاهرة إن شاء الله سوف القدل نهايي يليق الكرة السعودية حنقدم اللي نقدر عليه عشان نضي جمهورنا موسيقى 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 ومن هجمة مرتدة واحدة سجل عماد خوجلي للأهلي وانتهت المباراة بهذا الهدف وكان الرياض لعم مباراة رائعة جدا كأني أنا بهمهم أحسوا أن فريق الأهلاوي ليس في وضعه الصحيح والموضوع كان هي الحمى التي أصابت اللاعبين ليلة المباراة ما كان معسكر كان مستشفى كان اللاعبين كلهم مصابين بمفرونسة حادة درجة الحرارة من أربعين واللي تسعة وثلاثين وأربعين وتقريباً نحن كنا تقريباً معظم الفريق احتاج إلى علاج مكسف وإبر وصخونة وأدوية لتنزيل الحرارة ما كان فيه لسالين في سلك المباراة إلا نفرين أحمد عيد كابتن أحمد عيد والكابتن معتمد خوجة لي والابن أمام الرياض وحقيقة توفق أعماد جابقون وأحمد عيد رد ستة أقوان ستة أقوان انفراد من السدوس وهو وطلعنا كسبانين المباراة الحقيقة ديلك المباراة كانت من أصعب المباريات للداد الأهلي وكنا تسعين في المئة حنخسرها ولكن التوفيق من الله وكان نجم البراء أحمد عيد ومعتمد خوجة لي كان معاففين ومشافة سجل الهدف بالرأس وانتحت البراء على واحد سفر لأنه كان التوفيق معنا ذاك الله وبالرغم من ذلك حقق الأهل الفوز بهدف وحيد سجله معتمد خوجة معتمد خوجة لي حدو الهدف الأول للنادي الأهلي بالرأس كنت أنا قائد الفريق فالأستاذ أحمد عيد نائب كابتن الفريق في تلك الفترة طلب مني أنه يعني يتسلم الكأس قبلي من الملك ويسلمه لي فهذه يعني كانت طبعا أنا وافقت بكل محبة وكل أخوان أنا ويا يعني أخ أحمد عشنا حلوها ومرها سنين طويلة مع الأهلي ويعني تدوقنا الفوز والانتصار الأهلاوي في أحسن لحظاته على مرة تاريخ الأهلي حتى الآن لا أعتقد أن لاعبين تزاملوا واستمروا مع بعضهم البعض كما استمريت أنا والأستاذ الأخ العزيز أحمد عيد فبكل محبة تقدمه واستلم الكأس وعاده لي مرة أخرى فلاحظت أنا ابتسامة على وجه الملك خالد ابتسامة الرضا وشعور بأنه هذا هو يعني الأخوة وهذه هي الزمالة الحقيقية رغم أنه أنا ما أتصور أنه أي لاعب آخر قد يتنازل لأي من الزملاء أو ليستلم كأس من ملك عظيم مثل الملك خالد رحمة الله عليه التعاون الجميل بيني وبين زميلي ورفيق الدرب عبد الرزاق أبو داود وأنا أتكلم عن عبد الرزاق أبو داود بدون ألقاب عبد الرزاق أبو داود أخه زميل وذكر لي أنه في مقابل المقابلات كان يتحدث عن تنازله باستلام كأس جلالة الملك من يد المغفور والملك خالد وهذا التنازل وسام لن أنسى في عام 1399 هجرية خاض الأهل النهائية التاسع على التوالي أمام الاتحاد ودك شباك منافسه التقليدي الاتحاد بنتيجة كبيرة قوامها أربعة أهداف بدون رد سجلها أمين دابو هدفين طارق دياب وابراهيم مريكي العاب ناحت المرمى ويقوم من تحت يد الشعوري ويسجل الهدف الرابع أمام الاتحاد 9400 هذه الحقيقة لها ذكرى خاصة في قلوب اللعيب الأهلاوين بالذات لأنها ذهبنا إلى الرياض قبل المباراة بخمس أيام كان يوم التلوت والجمعة المباراة تلوت كان زفاف الأمير خالد بن عبد الله والجمعة كانت المباراة فذهبنا يوم الربو أن يبارك له فطلب يعني نبارك له وحضرنا العرضة وحضرنا جزء من الفرح وبعدين ذهبنا إلى المعسكر وقلنا أنه إحنا جاينا لبارك لك اليوم ولكن هديتك إن شاء الله تجيك يوم الجمعة هديتك ما عندنا نجينا اليوم لبارك لكن الهدية إن شاء الله سنجيب لك هي يوم الجمعة اللي هو كاس الملي وكان هذا وعد من اللاعبة ووعد مننا إنه نحن نبدأ قصار زهدنا وإنه نكون نخلي فرحة الأمير كان هو رئيس النالي فرحتين والحمد لله توفقنا وجبنا له كاس قلنا له هذا ما وعدنا لك به وفزنا على المباراة لشقيق لنادي الاتحاد بأربع أثلاف وكان أداءا ونتيجة وأمام الاتحاد أنا طلب أكم مشاركا كنت في أمريكا أمام الاتحاد أربع صفر عام تسعة وتسعين هذه كانت من أغلى وأقوى مشاركات ومباريات الأهلي على مر تاريخ الأهلي كان التحدي كبير بين الناديين الكبيرين بين الأهلي والاتحاد وكانت معظم الترشيحات تصبح في مصلحة الاتحاد أيام كرامر كان مدرمه ومع لاعبين كبار بوكير والأخوة من تونس ومجموعة من اللاعبين الوطنيين ولكن الأهلي فاجأ الجميع وقلب الطاولة باكتساح هائل بأربع صفر كانت نتيجة قاسية في تلك الأيام نتيجة قاسية جدا الفوز في كأس الملك بأربع صفر مباراة نهائية وبين فريقين كبيرين كانت نكسة الاتحاد لم يفق منها لفترة طويلة الاتحاد ما فق من هذه الكارثة إلا بعد 15 سنة تقريبا من يعود إلى التاريخ ربما يجد أن الاتحاد من عام 99 ما حقق بطولات إلى أظن 414-415 في عام 1400 هجرية تقابل الهلال والشباب في المباراة النهائية على كأس الملك على استاد الملز بالرياض سجل للهلال سلطان بن نصيب هدفين وريفا لينو وللشباب المحترف البرازيلي برونو وكان الوقت الأصلي قد انتهى بالتعادل الإيجابي واحد واحد وفي الوقت الإضافي سجل الهلال هدفين وكان هذا أول نهائي يلعب في الأضواء الكاشفة في الرياض في عام 1401 هجرية تقابل النصر والهلال على كأس الملك في الملز وتمكن النصر بلا الفوز بثلاثة أهداف لهدف سجل للنصر يوسف خميس وماجد عبدالله وصالح اليحيا وسجل للهلال رفا ويسجل يوسف هدف الهدف الأول كانت المباراة قدنا في كل شيء سواء في الحضور سواء في أداء المباراة حتى التنافس كان قائم لأخر لحظة ولكن نعتقد أنها هي المفتاح يمكن جاءنا الفريق الهلالي نتذكر أن الفريق الهلالي كان في بداية أول عشرين دقيقة كان الفريق الهلالي مسيطر على المباراة أضاع الهلال فرص تعملق أيضا سالم مروان الله يرحمه الله آسف الله يشفيه ويعافيه وإن شاء الله يقوم بالسلامة تعملق في العشرين دقيقة الأولى وبعد ذلك أول هجمة مرتدة للفريق النصر سجلنا منها هدف فأنا أعتقد أنها هي كانت نقطة التحول بعدها سطع الفريق النصراوي أنه يستمر ويسجل ماجد عبدالله هدف الثاني بعدها أيضا استمر الأداء المباراة تنافسية بداية الشوط الثاني عاد الهلالي المباراة سجل رفالينو من خطأ سجل رفالينو هدف ولكن نصر عاد أيضا وسجل هدف الثالث مباراة وأعتقد أنها كانت مباراة تنافسية كبيرة رفالينو الإمام لمنصور منصور بيهجم جيها تلعب بالأرض ويقضى بالمرمى وترجى بالأسان الإمام ولعبه بالمرمى وهي فرصة تانية تضيع فرصة تانية تضيع عليه للأرض براهيم اليوسف بلعب كرة مويلة مطلة صغيرة وعيد بلعب طلة تاني رجحها هاشم نجيتو هاشم ماشي هاشم ليوسف يوسف بلعب نحية ماجد وبرأسه بخش براهيم والإثنين مع بعضه تاني الماجد وبيحاول وبنهم على حد المرمى وقوم وهدف تاني ويسجل ماجد هدف عبدالله العمار برجع على رفالينو رفالينو بحاول منجيتو بحاول يخش من منجيتو منجيتو بيشاقلبه والحاكم بيحتسبه ضربة حرة الضربة الحرة رفالينو وقب والحمد لله على رجليه وحينافذ الضربة الحرة تقريبا في مواجهة مرمى النصر خارج منصف تلجز أقول جول جول للهلال جول فيه كير ويسعيد جامبو عبدالله عبدالربو فبديع لا يستخميس يستخميس بعدي لكن صالح نعيمة بلحق وضربة حرة غير مباشرة لصالح فريق النصر بالضربة الحرة واقف وراها ليرة وعيد الصغير مش معروف مين اللي حينفذها وعبدالله عبدالربو اللي بنفذها في النهاية يبتيج إلى نمر 14 صالح الليحيا وصالح الليحيا بيدخلها جول إلى هدف الثالث للمصر مدلت اللي هو مسك يدي وعطاني الثلج في يدي وخلاني أكله معه وكان يأكل قال لي استغرفت قلت الصراحة فعلها شوفوا الروح روح رياضي في عام 1402 تمكن الهلال من تحقيق اللقب على حساب الاتحاد بعد أن تغلب عليه بثلاثة أهداف لهدف سجل للهلال صالح النعيمة وعبدالله الجربوع ومنصور بشير وللاتحاد حامد صبحي ويلعبها تاني المنصور ومنصور داخل ويلعبها والوضع وهدف هدف الهدف الثالث منصور هدف الثالث سجلوا الهلال في عام 1403 هجرية عاد المتخصص الأهلي إلى المباراة النهائية وتمكن من الفوز على الاتفاق في اللقاء الختامي بنتيجة 1-0 سجل الهدف أحمد الصغير من ضربة جزاء وشهدت المباراة إصابة جمال محمد من الاتفاق ومعتمد خوجلي من الأهلي بسبب اللعب العنيف لا أذيع سر إذا قلت أن الأهلي لم يتحصل على أي من البطولات العاشر في ملعب الصباح كلها تحققت في الرياض كلها في الرياض سواء في ملعب الصيغ أو في ملعب الأمير فيصل ملعب الملز ملعب الأمير فيصل حاليا بن فهد كل بطولات الأهلي العاشرة في الرياض لم يتحصل على أي بطولة خارج مدينة الرياض وهذه من الأشياء العجيبة والغريبة وكأن الرياض حسن على الأهلي في كأس الملك على وجه التحديد الأهلي كان هو الثابت في الكأس والمتحركين الفرقة الأخرى هذا كان فترة عصر الذهب لنادي الأحلي في العام 1404 للهجرة فأر الهلال من خسارته أمام الأهلي في نهاية 97 هجرية وتغلب على ضيفه بأربعة أهداف سجلها خالد الغانم في الشوط الأول وفهد المصيبيح ومنصور بشير وعبد الرحمن اليوسف الهدف الأول يسجل خالد الغانم ورأة لعبة بعرض الملعب وما كان لها تغطية من الأهلي ويسجل الهلال الهدف الأول بعد 17 دقيقة يمشي بيها ويفوت من طارق مسعود ونعب العرض وداخل المرمى وتفوت ويسجل الهلال الهدف الثاني يسجل ومنصور فهد مصبيح فهد يخد هجم للهلال وماشي فهد وبيحاور وجنبه منصور ولكن برضو هو هيشوت تاخل المرمى ولعمل المرمى ويصفر الحكم ويعلن الهدف الثالث ويباعدها ناحية عبد الرحمن اليوسف هناك سلطان مهنئتيها لعادل عبد الرحيم عادل دخمة في الجزاء لعب العرض وبالمرمى وسجل عبد الرحمن اليوسف خوز الهلال أعطى دافع كبير أنه الهلال يستمر في حصد البطولات والنظر إلى الأمام والاستمرار في تقديم المستويات المتميزة فها كانت مباراة طبعا جميلة لعب الهلال بمستوى مختلف عن التوقعات اللي كان يتوقع عن النقاد في تلك الفترة في العام 1405 تقابل الاتفاق والهلال على المباراة النهائية مجددا بعد أن تجاوز الاتفاق فريق الأهلي في مباراة تاريخية في الدور نصف النهائي برخلات الترجيح المباراة شهدت تعرض لاعب الاتفاق صالح خليفة ومروان الشيحة لإصابات عنيفة هو بالرأس فكسور هنا وكسور هنا وكسور هنا ولازالت الآن هذه الكسور موجودة بس كأسلاك ماسكة الأعظام وماسكة الأشياء هذه لازالت موجودة هي طبعا مشهورة هذه المباراة كانت الحقيقة صدمة للاتفاقيين أنه اثنين من ركائز الفريق أنه يصابون وإصابات يعني كانت بالغة تقريبا اللي هي كان بالنسبة لصالح خليفة كانت الإصابة بالوجه وكان هو يعني كان حزن بالنسبة لنا لأنه كان زواجه بعد يومين من هذه المباراة وكان يعني هو كان عنده إحساس أنه المباراة هذه كان يحاول أن يبتعد أنه ما يشارك فيها ولكن طبعا تقل صالح خليفة بالفريق وهمته معنا ووقوفه معنا في مباراة زياد دور الأربعة ما في شك كان مهم جدا إلا أنه طبعا حاول أنه يعتدر بأي طريقة كان متخوف أنه لا سمح الله يحصل حاجة وكذا أو يحصل إصابة له وأنه يكون زواجه قريب يعني يتأخر زواجه طبعا السيد عبد العزيز ضغط عليه كثير وإحنا كلاعبين طلبنا منه نشارك معنا في هذه المباراة وفعلا نشارك معنا في هذه المباراة إلا أنه سبحان الله هذا قضاء وقدر يعني فعلا اللي كان خايف منه حصل ويجاته إصابة في الوجه وكان عبارة عن ثلاثة كسور في الوجه وكانت بالنسبة له إصابة يعني كبيرة من بعد صالح خليفة يمكن تقريبا بعشر دقائق حصل لي أنا كذلك إصابة وكان كسر في الترقوة قعد في ذاك الوقت كنت أنا لي يمكن أسبوع وأنتوني مملك يعني وقلت الله المستعان كان ما تقول المارة بس ما نبي إذا أول بدايتك دخل الاتفاق المباراة الهيائية أمام منافسه الإلال بنقص لاثنين من أهم عناصر الفريق طبعا كان نقص بالنسبة لفريق الاتفاق لهم كثير يعني يعني ما كان مرشح الاتفاق أنه يعني رايح بنقص والمباراة في ملعب الملز بالرياض وعمام فريق مثل الهلال بقوة وعلى أرضه والاتفاق ناقص يعني حضوظه قليلة إلا أنه الحمد لله يعني بتكتيك معين لعب فيه كان وقتها المدرر السيد فرميقا برازيلي وضع بعض التكتيك وخطة هي قائمة كانت على اللاعب كان معنا اسمه عادل سلمان كمحور ارتكاز وضعها يعني لحاول أنه قطع المدادات للمهاجمين يعني هو مراقبة لصيقة لمن للكبتن فهد مصبيح فأطلب منه أنه أنت مباراتك اليوم مع فهد مصبيح مش الهلال والاتفاق لا عادل وفهد مصبيح تعادل الفريقان في الأشواط الأصلية واحد واحد سجل للهلال أحمد النفاوي وللاتفاق محمد أبو حيدر وعندها تم الاحتكام إلى الضربات الترجيحية التي نجح الاتفاق من الفوز فيها بنتيجة أربعة ثلاثة في عام ألف وأربعمائة وستة هجرية تلاقى فريقاء النصر والاتحاد في المباراة النهائية على كأس الملك طبعا النصر لما أنت تواجه النصر في الرياض كان وقتها الأمير عبد الرحام الشود رحمة الله عليه رئيس لنادي النصر وهو حقيقة من الرؤسة أندي اللي يكسب المباراة قبل ما تنزل الملعب يعني ممكن يكسب الاتحاد أو الأهلي أو الهلال أو أي نادي ثاني قبل أنت متواجه في الملعب لأنه صراحة عنده طريقة في تحفيز اللاعبين عنده طريقة في إدارة العلوم النفسية كيف يعني حتى كان يفاجئنا بالنجوم نحن ما نعرفهم يعني يعني أحيانا كان ينزل لك نجم أنت ما تعرف ولا عمرك شفته وهذا النجم يقلب لك نتيجة المباراة أو يعمل لك يعني صراحة داخل الملعب شيء من عدم التوازن وتمكن النصر من الفوز بهدف سجله يوسف خميس أحبار يوسف خميس يشوت قوي يا سلام يوسف خميس في الدقيقة 37 صورة جميلة وتمطبع خطل الخط ليوسف خميس مسببات هذا الهدف المتابعة الجيدة والتركيز الشديد والفنيات العالية ليوسف خميس ما أحد مسؤول من اتحاد بقدر ما هو مسؤولية للإبداع لعمل يوسف خميس ما أجد وفي خطأ على خالد غراب دقيقة 37 أنا أضطيك يعني نظر عام كل واحد له دور مناطب في الملعب في مهمتي صناعات الألعاب إذا شجلت الهدف ما عندي مشكلة لكن الأهم أن نصنع الهدف عشان الفوز للجميع يعني في الأخير الفوز يكون للجميع يجير للجميع فأنا أعتقد أن صح فرحتي أنه عودة النصر للمطولات ولكن الأهم من هذا كله عودة بروز جيل جديد لنادي النصر يستطيع أنه يواصل المسيرة حتى يحقق إنجازات كبيرة يمكن كان هذا أكبر أهم لنا لأن الفرحة نعكست على اللاعبين الصغار يمكن أكثر مننا لسبب معين أنهم أول إنجاز يحقبونه وفي مباراة كبيرة ونهائي وأمام أيضا زميلنا الفريق الاتحادي اللي كان متكامل في تلك الفترة ويؤدي أداء أكثر من رائع ولكن في تلك المباراة شباب النصر ستطيع أن يثبتون أنهم قادمين لمرحلة أخرى من البطولات ومن سوء الحظ أحنا خسرنا المباراة مع المدير بلغوتن بنتيجة 1-0 في مباراة حقيقة من المباراة الكبيرة طبعا هذه المباراة صراحة سببت صدمة نفسية لجميع الاتحاديين لأن الاتحاد من زمان ما حقق واحدة من البطولات الكبرى وأنا بالذات صراحة يعني تألم كبير أننا ما حققنا هذه البطولة خاصة في ثاني موسم لي وأنا كلاعب انتقلت من الضمك إلى الاتحاد بمبلغ تجاوز المليون و900 ألف ريال 700 ألف ريال أفوا فبدأنا نحلم كفريق كيف نحقق البطولات وكان ما في وقتها رئيس الدكتور عبد الفتاح ناظر وحقيقة غير الستف كامل هو المدرب الشي سموه البوب هوتن وأحضننا فريق استف ألماني اللي هو المدرب واتر سكوتشك ومساعد المدرب في عام 1407 هجرية تقابل الهلال والنصر للمرة الثانية على كأس الملك وذلك على ملعب الملز بالرياض واستطاع ماجد عبدالله أن يقود النصر لإحراز اللقب بعد أن تمكن من إحراز هدف الفوز الوحيد في مرمى خالد الدايم الأول نزاق بالدقيقة الثانية من الشوق الأول لإنجماعين النصر فتحانا بهدف اللي ستلوا لهم نجم الانتخب السعودي والنجم لادر نصر ماجد أحمد عبدالله خطأ ارتكبوا أبو عبدالرحمن التفادي نتفذوا يوسف خميس على رأس ماجد على رأس ماجد وراجد ده ده يوسف خميس قال مخرج عبدالله بسير ونساعد العرواب يعدون اللقطة كان ونشوف ماجد يروف الهواء ماجد عبدالله يا سلام يروف أعلى من خلال مداخل نعتقد أنه بالنسبة لي أنا شخصيا لن أرى لاعب على مستوى العالم يملك مكانيات في الألعاب الهوائية مثل ماجد عبدالله يعني هذا واقع من خلال مشاهدة يعني متاف أنا أعتقد أنه لاعب فريد من نوعه بالنسبة للألعاب الهوائية والتسجيل وهو يعني استطاع أنه يريحنا من البداية يدخل الممباراة في دوامة أخرى يعني أشعل الممباراة من الدقيقة قبل ما توصل الدقيقة الثانية في العام 1408 هجرية تقابل الاتفاق والاتحاد على أستاذ الملك فهد الدولي كأول نهائي محلي منذ افتتاحه المهندس حسين صراحة جاء وهو إنسان صراحة من الناس اللي تعمل معك كل أريحية وكل شفافية أحضر معه أربع شيكات في أحد الاجتماعات وقال جماعة الخير أنا أعرف أنتو إيش تبغوا بالضبط وأنا أعرف إيش أغر منكم يعني قال أنا أبغى وحدة من البطولات وهذه أربع مليون ريال إذا أنتو تبغوا الأربع مليون ريال تقدروا تحصل عليها من الآن إذا أنتو تبغوا مليون تقدروا تحصل عليه أنتو ومكانييهاتكم التي تقدموا عن هذا الاتحام أنا أبغى منكم بطولات أنا متجيس صراحة كرايس نادي أبغى مثلا قضي وقت ولا كذا أنا أبغى بطولة وأبغى إنجاز سجل باسم نادي الاتحاد وأنتوا الآن مؤهلين لكم أنتوا تحصلوا على البطولة وقبل ذلك اللقاء لابد من الحديث عن لقاء الاتحاد والنصر في دور الأربع ضمن منافسات البطولة وما صاحبها من أحداث مثيرة حيث كان الفريقان متعادلين بهدف حتى اللحظات الأخيرة المباراة طبعا كانت النتيجة 1-0 بين الشوطين ارتحنا رجعنا المباراة الثانية استطاع النصر أنه يقلب النتيجة ويتعهد المعنى في وقت مبكر في الدقيقة تقريباً 14-15 من الشوط الثاني وصار في حذر في نتيجة المباراة آخر الشوط الثاني كانت كرة مرتدة للنصر واشترك ماجد عبدالله مع الحارس حسين خليفة لكن راحت الكرة المحسن جمعان وشددتها مباشرة في المرمى وصفر الحاكم أمر مهننا أنه هدف قاتل حقيقة في وقت كان صعب يعني فإحنا احتجينا في مباشرة للحكم للاين محمد الفودة لأنه طبعاً كان حسن مصاب وكانت الصابة بليغة نقلناها على أثرها المستشفى الكرة كانت مشتركة والحقيقة من وجهة ناضلة لأن الكرة كانت بين ماجد وكان بين حسن الثلين وصلوا لها في وقت واحد ماجد صاح أن يكسب الكرة لكن لما لعب الكرة صدمت قدمه بوجه حسن خليفة فالمفروض هنا أنه خلاص يعني هذه اللعبة خطرة يعني الكرة كملها لمحس الجمعان وصفر الحاكم إحنا في طريقة حقيقة أنا تعلمتها من لعبة ناضي الاتفاق كانوا مباشرة احتجوا على اللاين وكانوا حقيقة يعني تصير في أحياناً أنك انت تتغير قرار الحكم لما انت تذهب اللاين وتنبغوا الشو الخطرة فرحنا لمحمد الفودة وقلنا لأستاذ محمد صراحة حرام اللاعب يعني حروح مستشفى وإحنا ظلمنا يعني فقال أنا قريب يعني أنا كأوهو من حكام حقيقة الاصراحة المميزين في قرف القدم اللي فاهم القانون قال أنا قريب وشفت اللعبة فأنا حشوف الحكم لكن على الفكرة في واحد منكم حيطرد لأنه يعني استخدم العنف مع أحد اللعبين فقلنا لأهو ما في مشكلة أنا باللسبة لي قلت له شفت صراح بس أبغل القرار يعني ينفذ فقلت له صراح انت شويت قال لي مش أنا مو هو أنا اللي هذا فجاء الحكم وطرد رياض عمرو مع أنه ما كان له علاقة لكن احنا كنا نبغى أن نرجع المباراة بأي حابة الهوال رجعنا المباراة وصلنا لعبنا شويتين إضافية بعشرة لعبين النصر كان كامل لكن القوة اللي احنا لعبنا فيها مباراة وصلنا على نتيجة المباراة وصلتنا إلى أن احنا نستطيع أن احنا نخرج متعلي مع النصر بدأت ضربات الجزاء الترجحية ونحنا كنا مرتاحين أكثر من النصر فكنت أنا أول واحد يسدد في ضربات الجزاء ضربات ترجحية صراحة أن يسجل الهدف الأول جاء بعدي ماجد ومنحسن الحظ أنه طوح بالكرف في القائم وكانت من النواد الماجد عبدالله الضيع وخاصة في ملعب الملعز وفي أمام جميع المعدة المصر وصل الاتحاد لمقابلة الاتفاق في لقاء عنوانه الإثارة أحرز نجم الدفاع الاتحادي أحمد جميل هدف الفوز الوحيد للاتحاد نسجل الاتحاد هذا فول أول نسجل الاتحاد هذا فول أول نسجل الاتحاد نسجل الاتحاد نسجل الاتحاد أولاً أحمد جميل وقبولونه بعد أن أخرز أو ساهم في إجراز الحدف الأول الاتحادي يعني مفضلت السهران إلى الفجر يعني ما أنا قادر أنام وأفكر في كيفية الحصول على البطولة أفكر في الأشياء الثانية اللي ممكن لا سمح الله يعني الأشياء العكسية السلبية بعد الفجر صليت الفجر ونمت والذكر الأحداث يعني بسرعة مرت وانتقلنا إلى الملعب المباراة الملعب المباراة أثناء كان الحكم كان تذكر وكان أمر الشقير وبدأت المباراة وأحنا بدأنا مع الاتفاق نتفاق نجوم حقيقة تذكر منهم صالح خليفة جمل محمد مروان الشيحة مرباخ شوين سامي الجاسم محمد المغلوث سلمان النمشان الحارس مبارك الدوسري مجموعة من اللعبين صراحة جمال محمد سعدون حمود كان مدربهم من المدرب القدير الخليل الزياني وانا كانت بالنسبة لي وفي رد اعتبار بيني بين المدرب الخليل الزياني لأنه كنت يعني متألم أنه ما عشرك أثناء ما كنت أنا في المنتخب يعني فكنت يعني أنه حافظ ثاني أنه أنا يعني أثبت المدرب خليلني أنا فعلا لعب يعني عند إمكانيات يعني داخل ملعب تسخين كان جمهور الاتحاد في عنده أغني يرددها دائما يقول لك يا الاتحاد إفرح دامت لك الفرحة يقولها بطريقة عجيبة والرتم عالي فيها وفيها نوع من الحزن لأنه خلال عشرين سنة يقول لك يا الاتحاد إفرح وما في فرحة للاتحاد لكنهم مصرين على هذه النظمة وهذا الرتم فوالله العظيم أنا سخي نجلسة يعني أبكي ودموعي نزلت يعني يعني كنت أقول لهم السؤال إيش هنقول لهم بعد المباراة لأنه إحنا ما كنا يعني واثقين إحنا نكسب المباراة يعني 100% المباراة هذه أنا بالنسبة لي يعني كانت لا يمكنني أنسها في حياتي كان طبعا التعادل فيها 00 وكانت حالة انفراد في هذه المباراة عديت حسن خليفة كان وقتها وطبعا لعبت الكورة في المرمى واتجهت للجمهور أحيي الجمهور لأنه خلاص هي هدف رايحة فأتفاجأ وأنا طالع خلفي إلا كان في هاني كالتوري ما أعرف موين طلع هذه الحقيقة وشالها من خط المرمى وهذه بالنسبة يعني كانت هي يعني نهاية المباراة وكان هاني كالتوري كان قام عمل بطولي أن أنقذ كرة من داخل المرمى يعني خلاص كرة انفراد ولعندها مروان الشيحة والمرمى خالي وسمحان الله ما أدري من فينا طالعها لكن طلع الكرة بطريقة ممتازة وأنقذنا من هدف كان حيحملنا أعباء ثاني داخل المباراة بعدها عاد الفريق إلى جدة بلقب غاب عنه أكثر من عشرين عاماً في عام 1409 هجرية استطاع الهلال رد الدين بعد فوزه على النصر بثلاثية تاريخية سجلها حسين الحبشي وعبد الرحمن التخيفي وحسين البشي بيشي إلعبها تلعب له تاني داخل الستة ويفرد المربا ويحطها هدف ويحطها هدف ويحطها هدف ويحط حسين البشي في الجديدة 21 الهدف الهلالي الثالث الهدف الهلالي الثالث وأصبحت النتيجة ثلاثة الهلال للشيح النصر اليوم الحاجة الطريفة أنه مدافع هلالي ينين سجل هدف مدافع يسار هلالي سجل هدف بيشي بيشي وقال ليه المدافعين الباكات محسن مني بيشي ليه أنا ما أدخل أجيب قول وراح أتقدم ونعم كورة واحد اثنين وخدوا هاد وأخيرا جاتلوا وشحطها في المرمى وبعنف تسجلها شوف هذه المباراة هذه كنا نقول غريبة لسبب معين أول شيء اللي سجلها مدافع الهلال وشيء الآخر أيضا مثل لو تعيدوا المباراة بدون الأهداف يعني تتوقع النصر فائز لأن أضاع النصر كم من الأهداف يعني كثير ولكن الفريق الهلالي كان في الكرات المرتدة استطاع أن يسجل ثلاثة أهداف ولكن الفريق النصر أضاع أهداف لذيء يعني من ضمن الأهداف في كرة استطاع أن ينقذها عبادي الهذر من على خط المرمى بلعبة ضربة رأس لما أجد عبد الله شطر أول يعني إحنا متوقعنا هدف عبادين زرع على خط المرمى وأنقذ الكرة وارتدت علينا في العام 1410 هجية وصل التعاون للمرة الأولى في تاريخه لنهاء كأس الملك أمام النصر طبعا ما في شك تعتبر بصول النهائي أسبقية لهذه التعاون بحكم أول فريق من درجة أولى ومنطقة القصيم يصر الكاس وطبعا هذه فخر لكلها أبناء المنطقة وبالنسبة لمشوار المشوار كان صعب بحكم أن أنديت الممتاز دائما لا علاقة بالكاس بعد الدوري وأنديت أولى خلاص انتهى الدوري يعني انتهى تقريبا النشاط بالنسبة لهم وخصوصا أننا في ذكر أيام يعني منطقة القصيم كان عندنا أجواء ربيعية يعني من الصعوب أن الجيل اللي كان معنا أنك تمسكوا بتمرين وارتباطات لدرجة سننا يعني يعني الإداريين اللي كانوا معنا يعني يتكلفون بجلبة اللاعبين من المخيمات وفعلا توالت يعني تقدمت فروق المنطقة وكانت فاتحة خير وصولها للتعاون للنهائي ثم جاء النهائي في جدة والتحضير للنهائي والصحف كلها تكتب عن التعاون والقادم الجديد وماذا سيفعل في النهائي هل سيتعرض لهزيمة كبيرة مثل عندما يحدث لفريق من الدرجة الأولى يلعب نهاية وكذا هذا ستؤثر عليه الضغوط والحضور جناهيري بحكم مهيبة النصر وبحكم فريق النصر يعني كان خلاص الفريق الأول تقريبا بذلك الوقت يعني هو الهلال طرعنا جدة قبل مراتب ثلاثة أيام يعني أكل يوم للأسف يعني ما كانت خبنا كثير وكان معنا برضو تيل ما عنده ذاك الخبرة والإدارة ما في خبرة يعني مثل هالمواقف لأنه ما ما تمر على الشخص على طول يعني صار فيه هيلمان زيادة صار فيه هيلب شوي صرنا يعني حسين نفسنا غير شوي طبعا ما عندهمان بالتمرين وكذا لكن برضو هذي زودت الخوف شوي والجمهور ورمكة الجمهور بالتمرين ورمكة هم لا خلصنا من معسكر ويعني آخر يومين خلاص كان نكمل قصيم جدد النصر فوزه بالنقب على حساب التعاون بهدفين دون رد سجلهما هداف النهائيات ماجد عبدالله أخطام النصر لمصطفى لمرحوم المرحوم نقول أهالي أنا أحمد ماجد عبدالله في المرمى هدف في المرمى هدف في المرمى هدف مصراوي أول مريفة مصطفى وده ماجد عبدالحطم راس وما سيطن عليها عبدالله الغيس وفروقات كبيرة يعني المباراة محسومة أساسا قبل لا تلعب هذه المشكلة المباراة كانت محسومة قبل لا تلعب لكن الخبرة هي التي خذلت الفريق الخبرة الخبرة مثل ما أفادت النصر بتسجيل ماجد لهدف المباراة أيضا خذلت التعاون وكنا نتمنى نتمنى كان الحديث يدور بين اللاعبين رغم فرحتهم بالسلام على خادم الحرمين الشريفين والحصوب على شرف أول فريق من منطقة القصيم يصل إلى هذه المرحلة كان يتمنى اللاعب الفريق أن تعاد المباراة لأنهم يعتقدون أنهم تجاوزوا الضغط الذي كان حادث يوم المباراة لأنهم كانوا حاضرين بدنيا وفنيا أيضا حاضرين كانوا يتمنون تعويض لكن هذا ليس باليد انتهت المباراة بتتويج فريق نادي النصر ولكن تظل هيبت النصر هيبت ماجد هيبت محيسن والمرحوم فاده ريفي يعني كلهم ناس لهم هيبتهم نحن نجاين من الدرجة الأولى وهذولا ناس لعبين بأسيا ولعبين على مستوى المنتخب تظل للهيبت يعني مهما جامل الواحد برضو له هيبتها ولكن الحمد لله عدة انبارات يعني درجة بعض للصحفين وللأسف برضو صحفين يعني لذلك الوقت يعني ما هناك الإدراك يعني فيه صحفي يقول لي أنت تنعيبين حاس يعني الكاس يعني تصير وصمها هذي يمكن يفوز النصر عشرة ثمانية تصير وصمه بالكاس يعني خلاص ما رح تنسى ولكن للأسف في ناس ما ما تفهم بالكورة لكن مو مشكلة ونالك الزمان يرجع وراه للليال الدور ويرجع وقتنا الأول وننعم فيه قصافتنا زمانة ولا حسنا زمان فيه صدق شعور نحب ونخلص النية تجمعنا ما حبتنا زمان ما فيه لا غيباء ولا حتى نفاق زون يليكا بس لو يرجع نسترجع طفولتنا بعد موسم 1410 هجرية توقفت بطولة كأس الملك لمدة تزيد عن 20 عاما بعد أن تم تحويل مسمى الدوري السعودي إلى مسمى كأس دوري خادم الحرمين الشريفين حتى عام 1429 حيث أقيمت المباراة النهائية بين الشباب والاتحاد وانتهت بفوز الشباب بثلاثة أداف مقابل أهدف سجل للشباب ناصر الشمراني وعبدالاشهيل وكماتشو وللاتحاد طلال المشعل في عام 1430 هجرية أقيمت المباراة النهائية بين الشباب والاتحاد للمرة الثانية على التوالي عندها سحق الشباب منافسه بنتيجة كبيرة قوامها أربعة أهداف دون رد تناوب على تسجيلها لاعب الاتحاد صالح الصجري بالخطأ في مرمى وناصر الشمراني وحسن معاذ وفيصر السلطان في العام 1431 هجرية أقيمت أقوى النهائيات في كأس الملك بين الاتحاد والهلال على استاد الملك فهد الدولي بالرياض استمرت تعادل السلبي بين الفريقين حتى اللحظات الأخيرة من الوقت الأصلي عندما تحصل كابتن الاتحاد محمد نور على ضربة جزاء كانت كفيلة بفوز الاتحاد وكان من المتوقع انهيار لاعبي الاتحاد خاصة في ركلات الترجيح بعد الاحتكام إليها لكن الاتحاد استطاع الفوز بنتيجة خمسة أربعة أضاع للهلال لاعبه أحمد الفريدي